وفعلا الحقيقة اني الجوز الهند من الحاجات اللي وعت فينا كانوا بيبصلوا زمان يعني قبل ما يدرس ويتكلم على اعتبار انها حاجة دهنية ده الميا اللي موجود في سامرة جوز الهند ميا صعبة جدا الواحد لو شريبها دهنية جامدة جدا وصعبة لكن ثبت اني سبحان الله ان الدهون اللي موجودة فيها تحارب الدهون يعني بالضبط كده زي ما احنا بنتكلم الشيء ومضاده والشيء ومضاده اللي بيسموه الشيء قصدي وشبيهه اللي دايما بتوع الهما يبسي الهما يبسي الطب التماثلي اللي هي دويني بالتي هي الدقوا احنا اتكلمنا مع حضراتكم وحفظنا وقلنا الطب الغربي بيعالج الشيء بالمضاد بايوتك نعالجه ببيوتك انفليميشن نعالجه بانتي انفلاماتوري مضاد الالتهاب هنا بيعالجني بالتي هي الدقوا يعني واحد عنده دهون نديله دهون زيت جوز الهند ونديله دهون زيت الزيتون او نوكله جوز هند كتير جدا لسبب ليه لانه بيعمل لي حاجة مهمة جدا بيزود للدهون البروتينية عالية الكسافة بالضوذر اللي بيكنس ويقال ليه اللي دي ال طيب عشان كده ابتدوا بتاعت الهوميوبسي ابتدوا في 30% من الامراض المستعصية والكلام ده بدأته فرنسا والمانيا دلوقت بتقول هما يوبسي داويني بالتي هي الداؤه وعلى فكرة هم واغدين البايونير بتاحهم الرائد الاول بتاحهم واغدين رائد اول غريب جدا انه هو واغدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واغدين بالذات السيدة عائشة لان انا قلت ان هي كانت بتداوي بالتي هي الداؤه وراوي 3000 حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم